أنا تصورت لما قالواي النهاردة ليلة معك فتصورت أن أنت عايشة مثلاً في الولايات المتحدة فبتلعبي هناك أصلاً يعني فطرع أنت عندك رحلة حلوة يعني رحلة حلوة مع عندي حكيني الرحلة الحلوة دي هي الرحلة كلها بدأت منوها صغيرة أنا عندي خمس سنين كنت عايشة في دبي بدأت ألعب رياضات كتير قوي بس اللهم إيه لعبت زي تنس لعبت كاراتي لعبت جنباز لعبت زباحة بس في حاجات مثلاً زي التنس كنت دايماً بدل ما أشغطها بالمضرب بأشغطها برجلي فكنت أنا يعني خلاص يعني حاسة أن أنا عايزة ألعب كورة وبدأت ألعب وأهلي شجعوني ومدربين شجعوني وكملت رجعت مصر لعبت في كام أكاديمية في ليفر بول بورسلونا وكذا روحت كابتا محمد أخذني من ليفر بول روحت وادي ديجلا عدت بتاع ست سنين بعدين كل دفعونا في دماغي أن أنا عايز أحترف يعني مش اللي أنا بلعب وخلاص رياضة لا لا أنا كل ده في دماغي أول ما تم 18 خلاص أنا عايزة أسافر جامعة وفي نفس الوقت ألعب كورة بس وروحت بقى الجونة بعد الدجلة على طول فريق الجونة وبس من ساعتها بدأت أخذ فيديوز لا أحكي أنا بتاع تفاصيل بقى يا ليلى أحكي لي بقى لما خدتي قرار الاحتراف وأنت فريق الجونة وصلت إزاي أنك تسافر أمريكا تلعبي هناك أنا كنت في الأول ما كنتش في دماغي زي دلوقتي طبعا ما كنتش متوقعة أن ده حاجة اللي هو هتحصل بجد كنت تايما في دماغي آه عايزة أسافر بس مش بجد قوي يعني بس جاي فيه اتنين لعيبة هم وردوا بلعب كورة ساميا وماريوم هشام هم درسين سبورتس منجمينت وفتحوا زي الشركة بتاعتهم اسمها دابلي آسام وبعتولي قالوا لي احنا شايفين أنك ممكن تروحي جامعات بره في أمريكا وشايفين ممكن تروحي أوروبا وفي حاجات كويسة ممكن تحصلوا بس فبدأوا يعملوا لي فيديوز ويصوروا حاجات ويبعتوها لجامعات ويتكلموا وجالي كذا جامعة يعني في أمريكا لو اللهم بيقولوا لك هنبعت فيديوهاتك كان عندك ثقة أو أمل أنك هتعرفي تروحي ولا تقولي لا ده الموضوع مش هيجي أصلا احنا يعني مش قوي يعني قعدت أفكر يمكن قعدنا نحاول نبص على الجامعات اللي أنا ممكن أتقبل فيها جامعات صعبة أو أتقبل فيها قعدنا نحاول نقسمهم بس وبرضو حسب السكوليشيب اللي هو الماديا وكذا بس وفي الآخر وصلنا الجامعة هي يونيفورسيو كاليفورينيا إيرفاين دي لنا فيها هي مش أحسن واحدة ماديا بس أكتر واحدة أنا شكوت شايفة أنا ممكن أتحسن فيها وقابلت كلعيبة يعني فيها هاي سفرتي امتى بقى؟ سفرت شهر سبعة اللي فاتت شهر سبعة اللي فاتت لعبتي معي او لعبتي معي في الفترة احنا منتكلم في ستة شهور تقريبا او صح حوالي او أكتر شوية في الفترة دي أعملت معهم إيه بقى؟ هما بنفسه في إيه؟ نجحتي في إيه؟ يعني الفترة دي أول مرة أصلا تروح الفرقة حسيتي بإيه؟ يعني أحكيلي تفاصيل عظيمة دي طبعا أول مرة أول تمرينة كان بالنسبة لي رعب كنت خايفة جدا كنت تبدأ الكورة أول مرة في حياتك؟ او او كنت عملي وشوفت الكورة في حياتي وهم برضو يسمونهم أكبر وهم أسرع وأقوى فتنس أحسن اوه فكان بالنسبة لي موضوع غريب يعني مش عارفة حتى التحم معهم الحاجات دي كلها صعبة بس بدأت واحدة واحدة احنا أنا شايفة لعيبة مصريين عندنا التالنت هما مش عندهم التالنت احنا التالنت بتاعنا أحسن بكثير بس فكان موضوع كان أسهل من ناحية الكورة طبعا كان لازم أتعود شوية بس هما بيلعبوا على دوري زي صغير مثلا عشر جامعات والذي يكسب يروح دوري أكبر بقى على أمريكا كلها اوكي فانا احنا الحمد لله كسبنا الدوري الصغير اللي هو يعني التالنت الصغيرة وبعدين دخلنا التالنت الكبيرة اللي هي 64 جامعة على أمريكا كلها بس عدينا الدور الأولاني فوصلنا لتنين وثلاثين بس خسرنا بقى في الدور حظوا عشر حظوا عشر انت لعبي مركزك ايه في المالعب أصلا انا بلعب لفت وينج لفت وينج طيب لما جيت تسافري للولايات المتحدة أسرتك بقى قالتلك مابلاش احنا سيبينك تلعبي الياضة معنا هنا في مصر للعبي زي ما انت عايزة هتسيبينها وتسافري عشانا كنت تفاكر زي ما قلتلك في الأول ان انت مسافرها مع أسرتك انت كده مسافرها لوحدك حتى قد التجربة دي لوحدك تسيبينها صغيرة يا ليلة طب احنا ازاي هنسيبك تبي تعرف احنا بلدو الكاتشر بتاعتنا البنات لا نحافظ عليهم وبقاعدين معنا في البيت مش هيتحرك ولا الكلام ده كل العكس الولد ممكن شوية نسيب حتى دي بالتيلة يعني اللي هو مش نسيب ابني انا يسافر انا يروح فاحت البنت كمان تبقى أصعب شوية قالوا لك ايه استقل الدهالك احكي لي الرفض شوية او الزمزقة مش متأكدين ها هسافر لسه انا برضو مش عارفة بس جت كده فترة اللي هو طب ها محتاجة بدأ قدم نعمل ايه الاول كانوا يعني يعني ميالين اكتر ان اروح اوروبا مثلا عشان اكون في حتة قريبة بس امريكا برضو بعيد قوي بس وبعدين لما عملت اللي هو مع دابليو اسام وبدأت ابصة عجامعات قالوا ان انا يعني فرستي كويسة اوي في امريكا و امريكا الدوري بتاعها كويس فقلنا هنقدم ونشوف يا بابا نتكلم في موضوع السفر و هي و نصيبها بقى اه يعني جت نتكلم مجتش خلاص مش مشكلة بس مهم ف لقيت نفسي لأ الجامعة كويسة اوي و ممكن فعطى كلمة اهلي هما ما كانوش عندهم مانع يعني هما منوع صغيرة و هما عارفين محد الزمزق كده شوية قالك مبلاش ها ليلة عادنا نفكر طب امريكا لأ بعيد طب ما تخليها اقرب سنة بس خلاص بقى يعني هي كلها جت مع نفسها و حسنا لأ فرصة حلوة و ممكن تساعدني في الفيوتر حتى انا اكمل طب لما روحتي هناك بقى فكرة انا عارفها بعد شوية عن الكورة فكرة بقى الغربة انا الواحدي نسو صغيرة اصدقاء هناك لسه هيتكونوا الكلام يعني فكرة الكلام بنقول لعبت الكورة الرجالة اللي بيروحوا يحترفوا هم ناس كبار كمان مش صغيرين في السن انت راح بقى ثقافة مختلفة حياة مختلفة عايش لوحدك كل دا ما ألاقكيش في الأول طبعا ألاقني قوي انا قوي ما سفرت مومتي جات معايا قول اسبوعين فقعدنا هناك وبقى تعرفت على كل حاجة و تعرفت على صحابي اللي معايا في التمرين و في الجامعة و كده كانت صعبة قوي في الأول طبعا اليوم اللي يمسش يتفيدة كان بالنسبة لي مأساة لا صعبة قوي يعني مش عارف اعمل ايه دلوقتي أول مرة كون في بلد والواحدي و خلاص بقى دا ما هعيش هنا بس تعودت عليها واحدة واحدة طبعا في الأول ما كنتش عارفها من حاجات بسيطة يعني مش عارفة طب هاكل فيه هاكل امتى طيب محدش قال لي هاكل امتى حاجات بقى كده احد كان منشحين منهم مين هاي صحين بس فيه حاجات صغيرة كده طيب